أقر مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه وصرف الصحي بمناطق بوادي حضر موت برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديرية البوادي والصحراء عامر العامري موازنة المؤسسة للعام عشرين خمسة وعشرين البالغة مخصصة أربعة مليار وثمينمئة وثمانية عشر مليون ومئتين وستة وثلاثين ألف ريال شاملة للموارد الاستخدامات وجرى في الاجتماع الذي حضره مدير عامل مؤسسة المهندس عمر العيدروس مناقشة تقرير عمال مشروع مرافق الصرف الصحي لمدينتي سيؤون وتاريم وامتبعة الإدارة التنفيذية لمشروع معالجة الإشكالات التي تواجه المشروع وصرد مجلس الإدارة مطالبا نقابة عمبان للمؤسسة واتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها كما اتخذ مجلس إدارة مؤسسة المياه الإجراءات والمعالجات اللازمة لبقية الموضوعات المدرجة في جدولة أعماله بما يسهمه في تعزيز أوضاع المؤسسة واستمرارية خدمتها بجودة عالية وأكد الوكيل العامري أن النجاحات التي حققها وحققتها كوادر وعملي المؤسسة يجب الحفاظ عليها والعمل على تطويرها لتظل مكانة المؤسسة في صدارة نظيراتها على مستوى الجمهورية شاكرا جهود كل العاملين وتحملهم الصعاب في ظل الأوضاع الرهنة موربا عن أمله أن تشهد الفترة القادمة تحقيق المزيد من النجاحات التي تلبي تطلعات العاملين والمشتركين من المستهلكين